بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي للشيخ ياسر الحبيب بالنسبة للإمامة أنتم تقولون أن الإمام في مكانة ومرتبة أعلى وأشرف من مقام النبوة وقد استمعت لهذه الكلمة من الشيخ حسن الياري وهو يقول حين سأله سائل عن هل الحسين صلى الله عليه أفضل أم نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام فقال له أن الحسين أفضل لأنه إمام فهل ما هو تعليلكم وتبريركم لهذا الشيء وهل في نفس الوقت يكون الحسين أو الأئمة جميعا صلى الله عليه أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أم بماذا تبرون ذلك وأيضا لديها استفهام حول العصمة فنحن نؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى وهو في صريحه يقول بأن النبي آدم قد أخطأ حيث قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى وأيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال عبس وتولى انجاه العمى وما كان حق له العبوس لكن لأنه بشر صلى الله عليه وسلم ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي فأيضا لدي إشكالية حول فهن مسألة العسم وأتمنى سمع الجواب من سمحة شيخ شكرا لك خان الكريم على هذه الأسئلة فضل سمعت الشيخ شكرا لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد والي محمد وعجل فرجهم ولعن أعداهم ولعنة الله على قتالتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين قولنا في هذه المسألة التي سألنا عنها هذا الأخ الكريم هو قول أئمتنا الأطهار من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله لنلاحظ أولا أن الإمامة أعطيت لإبراهيم الخليل صلوات الله عليه بعدما أعطي النبوة والرسالة وابتلي بعدهما أي امتحن من الله عز وجل فأعطي الإمامة ذلك ما يلاحظ في سورة البقرة في قوله تعالى وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ فالله تعالى إذن بعدما اتخذ إبراهيم نبيا وبعدما أرسله رسولا ابتلاه بكلمات فأتمهن نجح في هذا الابتلاء وفي هذا الاختبار فقال الله عز وجل له حينئذ الآن أعينك إماما قال إني جاعلك للناس إماما في الكافي الشريف رواية عن جابر الجعفي عن أبي جعفر أي الإمام الخامس من أئمة أهل البيت الأطهار وهو الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله عليهما يقول الإمام في هذه الرواية إن الله اتخذ إبراهيم عليه السلام عبدا قبل أن يتخذه نبيا واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما فلما جمع له هذه الأشياء جابر يقول وقبض يده يعني الإمام الباقر عليه السلام لما كان يحدث بهذا الحديث هكذا تكلم قال فلما جمع له هذه الأشياء قال له يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما فمن عظمها في عين إبراهيم عظم هذه الإمامة في عين إبراهيم قال يا رب ومن ذريتي يعني سر هذه الإمامة في ذريتي الله تعالى أجابه ولكن قال ليس كل الذرية فإن في ذريتك من هو ظالم لنفسه قال لا ينال عهدي الظالمي الرواية الأخرى هي التي جاءت في كتاب عيون الأخبار للصدوق عن الإمام الثامن من أئمة أهل البيت الأطهار وهو الإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام يقول فيها إن الإمامة خص الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخل مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره فقال عز وجل إني جاعلك للناس إمامة فقال الخليل عليه السلام مسرورا بها ومن ذريتي قال الله تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة فصارت في الصفوة عليهم السلام لننتبه إلى أمور أولا الفرق بين النبوة والرسالة والوصية والإمامة النبوة هو من ينبأ من يأتيه وحي من السماء من الله تبارك وتعالى قد يكون هذا النبي رسولا وقد لا يكون ليس كل نبي رسولا ولكن كل رسول نبي إذا كان الرسول من الله تعالى وإلا فإن حواري المسيح مثلا عليه السلام موصوفين بالرسالة أيضا ولكن رسالتهم ليست من الله تعالى مباشرة بل من المسيح الذي هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله فليس بأنبياء فالنبي إذن هو الذي ينبأ هو الذي يأتيه نبأ من الله تعالى قد يكون نبي نفسه فقط لم يكلف بأن يوجه هذه الأنباء التي أعطاها الله عز وجل له أو أنزلها عليه أو أنبأه بها لم يكلف بأن يبلغ بها أو يبلغ بها غيره هو لنفسه فقط هذا هو النبي الرسول هو ذاك الذي يحمل رسالة ليس كل رسول إماماً الرسول قد يكون إماماً وقد لا يكون يمكن أن يرسل الله عز وجل شخصاً إلى قوم هذا هو الرسول أن يحمل رسالة لكن الله عز وجل لا يكلفه بأي أمهم لأن الإمامة ما معناها قيادة وظيفة قيادة وظيفة إمامة أي لا بد أن ينهض بأعباء قيادة الناس الحكم بين الناس قد يكون ذلك الرسول الذي أرسل ليس عليه أو ليست عليه هذه المهمة من الله تعالى وليكن مثلاً زكريا عليه السلام مثلاً رسول ولكنه أو نبي ولكنه لم ينهض بأعباء الإمامة لأنه ما كلف بها ما قيل له من الله تعالى أنت إمام إني جاعلك للناس إماما ذلك إبراهيم عليه السلام مثلاً بهذا اللحاظ ننتبه إلى أمر مهم أيهما أثقل أن يكون الإنسان قد جاءه خبر من السماء وحمل رسالة كل ما عليه أن يبلغها أو يبلغها قومه أم ذاك الذي يكلف بأن يقود قومه ويأمهم يتولى أمرهم وشؤونهم أيهما أثقل وأصعب عليكم و السلام عليكم و السلام و رحمة الله بداهة نحن نعلم أن الذي يولى الأمر وظيفته أثقل و أصعب الرسول له أن يصل إلى قوم يبلغهم هذه الرسالة و ينتهي دوره يقول أنا المهم الذي علي قد أديته ما كلفت أكثر من هذا الإمام يختلف الإمام يأتي إلى القوم لا يبلغهم الرسالة فقط بل يقول أنا مأمور بأن أتولى شؤونكم بأن أرعاكم و أن أقودكم و عادة ما يؤدي هذا إلى تصادمات مع من هم في موقع القيادة فعليا قبل أن يتولى هذا الإمام مهامه لأنهم لا يريدون أن يتركوا موقعهم هذا له فيتصادم معهم قد تقع حروب فيما بينهم بسبب ذلك فالذي يكون إماما وظيفته أثقل ومقتضى ذلك أن يكون مقامه أعلى حتى وإن لم يكن نبيا أو رسولا لأنه ما يأتيه خبر السماء ولأنه فرع عن من سبقه من الأنبياء أو الرسل هذا مضوع آخر النبي يأتيه خبر يفترض على نحو النبوة يرى ملكا مثلا فيحدثه بأمر خاص الرسول هو الذي يحمل رسالة شريعة مثلا هذه الشريعة تنسخ ما قبلها وتؤسس لدورة جديدة دورة دينية تشريعية جديدة إذا لم تكن هناك حاجة لهذا كما في حالنا نحن في الدين الإسلامي فإن الله تعالى قد ختم بمحمد صلى الله عليه وآله الرسل والأديان والشرائع فلا يوجد هناك مزيد اليوم أكملت لكم دينكم فأي حاجة لأن يكون من بعده يتولى أمر عفوا أن يكون من بعده نبيا أو رسولا أي حاجة لهذا قد أوصل الله عز وجل الرسالة إلينا عبر محمد صلى الله عليه وآله وجاءته النبوة وبلغ وأكمل الدين بذلك وبقيت هذه الوظيفة وظيفة الإمامة فلا بد للناس من إمام يتولى أمرهم وشؤونهم فتجريد هؤلاء الأئمة من صفة النبوة ومن صفة الرسالة ليس يقتضي تنقيص مقامهم ما داموا قد حازوا على مرتبة الإمامة التي ما حازها إبراهيم عليه السلام إلا بعد تينك المرتبتين وبعد ابتلاء واختبار هذا الأمر الأول الذي يجب أن ننتبه إليه الأمر الثاني أن علي عليه الصلاة والسلام موصوف قرآني بأنه نفس النبي صلى الله عليه وآله في آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم والنبي صلى الله عليه وآله قال في حديث مشهور صحيح أنا سيد ولدي آدم فإذا كان علي عليه السلام نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله صلى الله عليه وآله سيد ولدي آدم من ولدي آدم الأنبياء والرسل صلى الله عليه فكل من يفضل أحدا من بني آدم وإن كان نبيا أو رسولا على علي بن أبي طالب فكأنه فضل أحدا من هؤلاء على محمد بن عبد الله لأن هذا نفس ذاك إذا قلت مثلا موسى عليه السلام خير من علي بن أبي طالب عليه السلام ترجمة عبارتك هذه قرآنيا بالمنطق القرآني ماذا تكون موسى عليه السلام خير من نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ترى هذه العبارة مقبولة علي هو نفس النبي قرآنيا لا أظن أحدا يرتاح لمثل هذه العبارة أو لمثل هذا الاعتقاد وإن كانت الطائفة البكرية تروي في أصولها الحديثية ما هو منكر عند كل مسلم سليم الفطرة عندهم في البخاري مثلا حديثا مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فيه لا تخيرون على موسى ومعناه أن موسى عليه السلام خير من نبينا صلى الله عليه وآله ويفترض بكل مسلم عقيدته هي عقيدة الإسلام وأهله اللا يخير أحدا على سيد الرسل صلى الله عليه وآله حتى وإن كان موسى عليه السلام فهو دونه في الأفضلية وفي الشرفية المخالفون بالنسبة إلى هذا الحديث يؤولونه على تأويلات منها مثلا أنهم يقولون هذا من باب التواضع مثلا وهضم النفس وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله بالقطع واليقين خير من موسى عليه السلام أي يكن نحن نقول إذا كنت لا تستحل لا تستحل الاعتقاد بأن موسى عليه السلام خير من محمد صلى الله عليه وآله فيلزمك قرآنيا أن لا تستحل أيضا تفضيل موسى عليه السلام على من هو النفس رسول الله صلى الله عليه وآله هو الإمام عليه عليه الصلاة والسلام وعلي هذا أيضا موصوف حديثيا هكذا هو موصوف قرآنيا بأنه نفس النبي موصوف حديثيا بأن منزلته من النبي منزلة هارون من موسى ومعنى هذا أنه يتل النبي صلى الله عليه وآله مباشرة في المنزلة من كان خير الناس بعد موسى في زمان موسى عند موسى هارون عليه السلام الأمر واضح رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا الشخص علي بن أبي طالب منزلته مني منزلة هارون من موسى فكيف يمكن أن نقدم أحدا على هذا حتى وإن كان نبيا أو رسولا دع هذا النبي صلى الله عليه وآله قال كما روي عندنا وعند مخالفين من الفرق قال علي خير البشر ومن أبى فقد كفر من البشر أولئك الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين خرج النبي صلى الله عليه وآله بالضرورة لم يخرج أولئك من هذا الحديث ومن مشمولية هذا الحديث بالضرورة المناقشة لا يزال لها مسرح ومجال في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل حديث برقم ألف ومئة وثلاثين عن سلمان قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزئين فجزء أنا وجزء علي صلوات الله عليه وآله هذا الحديث الذي يروي أهل الخلاف بطرقهم هم هذا الحديث يفيدنا أن نور علي عليه السلام نور محمد صلى الله عليه وآله فمنزلة علي هي منزلة محمد صلى الله عليه وآله فكيف يمكن أن نقدم أحدا أو نفضله على من هو نوره نور النبي نفسه نفس النبي منزلته منزلة النبي لحمه ودمه لحم ودم النبي يقول فيه النبي علي مني وأنا من علي لينتبه أهل الخلاف إلى نقطة جدا مهمة في هذه المسألة نحن الشيعة لا نجوز لأنفسنا أن نفضل أحدا على عترة رسول الله وإن كان نبيا أو رسولا تعلمون لماذا لأن هذا الأمر في حقيقته نراه تفضيلا لأولئك على رسول الله نحن نتحاشى أن نفضل أي نبي من الأنبياء على أحد من الأئمة الأطهار من عترة رسول الله صلى الله وعلي وآله لأننا إن فعلنا نكون بهذا قد فضلناهم على رسول الله صلى الله وعلي وآله فتقديسا للرسول إكراما للمصطفى صلى الله وعلي وآله تعظيما لشأنه نتأدب ونقول لا أحد من الخلق خير منه وممن أعطاهم الله ورسوله منزلته هذه هي النقطة صلى على محمد وعلي محمد الله صلى على محمد وعلي محمد وعجل فرجوه وعجوه وعجوه بعبارة أخرى أفضلية أهل البيت الأئمة عليهم السلام إنما نبعت من أفضلية رسول الله صلى الله وعلي وعلي هو الأصل وهم الفرح نحن إذا ما قلنا بأن فلانا من الأنبياء خير من علي أو الحسن أو الحسين صلوات الله عليه مثلا فكأننا بذلك فضلنا ذلك النبي على رسول الله صلى الله عليه وعلي نتحرج من هذا بصريح العبارة لماذا يستبشع أهل الخلاف هذه المقالة ويقولون لماذا تفضلون أئمتكم على الأنبياء نقول لهم رويدكم انتبهوا العكس معناه تفضيل الأنبياء على نبينا صلى الله عليه وآله لأن هؤلاء فرع منهم أعطاهم منزلته فنخشى أن نفضل عليهم أحدا لأن نكون بهذا قد فضلنا أحدا على رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه أمير المؤمنين عليه السلام يقول في نهج البلاغة يقول لا يقاس بآل محمد أحد آل محمد ليسوا بأنبياء هذا واضح ليسوا برسل هم هم الذين قالوا وعلموا شيعتهم ودعوهم إلى أن يبرأوا ممن قال أنهم أنبياء الإمام الصادق عليه السلام مثلا قال لسدير الصيرفي قال له يا سدير ابرأ ممن قال إنا أنبياء هكذا علمونا ولكن هؤلاء الأئمة أنفسهم هم من علمونا أيضا أنه لا يقاس بنا أحد آدم فمن دونه فنحن من رسول الله نورنا من نوره منزلتنا من منزلته صلى الله عليه وآله فليس لنا إلا الاحتكام إلى هؤلاء لأمة قلت في بداية جوابي قولنا في هذه المسألة قول أئمتنا عليهم الصلاة والسلام قول القرآن والعتر صلوات الله عليه الأمر الثالث الذي يجدر أن ننتبه إليه الإجماع من المسلمين على أن عيسى المسيح عليه السلام وهو من أعظم الرسل من أولي العزم عيسى المسيح هذا لما ينزل يصلي وراء من يصلي وراء الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت وهو الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف وهذا إجماع المسلمين كل المسلمين كل المسلمين رووا أن عيسى المسيح عليه السلام لما ينزل فإنه سيصلي وراء المهدي فالمهدي إذن إمام المسيح وهناك زيارة لمولانا المهدي عليه السلام نزور فيها ونقول فيها السلام عليك يا إمام المسيح هو إمام المسيح أيضا يأتم به هذا دال على أي شيء يدل على أفضلية المهدي على عيسى المسيح عليه مسلا لماذا لأن النبي صلى الله عليه وآله قال حديثا مشهورا مرويا بألفاظ متنوعة عندنا وعند مخالفين وأن تقي لكم فقط لفظ صحيح مسلم وهو يومئ إلى هذه الأفضلية يقول النبي صلى الله عليه وآله كما في صحيح مسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما هذه الأعلمية والأقدمية والأقرأية مجموعها تساوي ماذا الأفضلية النبي صلى الله وعليه وآله إنما يحدد هذه المعايير مومئ إلى الأفضلية يعني لماذا يقول يوم القوم أقرأهم لكتاب الله لأن الأقرأ أفضل من غير الأقرأ لماذا يقول أقدمهم هجرة لأن الأقدم هجرة خير وأفضل أعلى رتبة من المتأخر هجرة لماذا يقول أعلمهم بالسنة لأن الأعلم بالسنة أعلى مرتبة عند الله عز وجل من الجاهل بالسنة أو الأقل علما في السنة فهذا الحديث دال على تقديم الأفضل في الصلاة والأمر واضح فالسؤال إن لم يكن المهدي عليه السلام في عقيدة عيسى المسيح عليه السلام أفضل منه فلماذا يقدمه حين ينزل الأحاديث مستفيدة في ذلك أنه لما ينزل يقدم المهدي عليه السلام المهدي يعرض عليه تقول له تفضل يا روح الله يقول له تفضل أمنا نقتدي بك في الصلاة فيقول لا بل تقدم أنت أأتم بك ويصلي وراءه هذا كاشف عن أن عقيدة المسيح نفسه أن المهدي عليه السلام خير وأفضل منه أحد علماء أهل الخلاف له تعليق على هذا وهو الكنج الشافعي في كتابه البيان يقول فلو علم الإمام أن عيسى أفضل منه لما جاز له أن يتقدم عليه لإحكامه علم الشريعة ولموضع تنزيه الله تعالى من ارتكاب كل مكروه وكذلك لو علم عيسى أنه أفضل منه لما جاز أن يقتدي به لموضع تنزيه الله تعالى له من الرياء يفترض أن كليهما المهدي والمسيح عليهم السلام يعملان بماذا بما يرضي الله عز وجل في ذلك الموقف في شأن الصلاة لو علم المهدي أن عيسى أفضل منه تحقيقا لما جوز لنفسه أن يأمه في الصلاة أن يتقدم عليه ولكن الإجماع حاصل على أنه سيتقدم عليه ويصلي به لو علم عيسى عليه السلام أن أنه هو خير من المهدي لما جوز للمهدي أن يتقدم عليه ولقال له تأخر فأنا نبي رسول وأنت لست بنبي ولا رسول فلا يجوز لك أن تتقدم عليه فلماذا لا يفعل هذا المسيح إجماعنا إجماع المسلمين وهذه هي الأحاديث التي بين أيدينا هذا معناه أن المسيح عليه السلام يعتقد بأن المهدي أفضل منه فهو الأولى بالإمامة لماذا لأنه إمام هو الإمام المهدي فكيف يأمه غيره وإن كان نبيا رسولا وإن كان من أولي العسم الأمر الرابع وهو الذي سألنا عنه الأخ الكريم بعض المخالفين يتصورون أن لما نقول إن الأئمة خير من الأنبياء يتصورون أن بهذا نفضلهم على رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الأمر لا نقول به ومن يقول به يكون مخالفا للضرورة عندنا يكون منحرفا بل كافرا إذا قال أحد إن عليا أفضل من محمد مثلا صلى الله عليهما وآلهما كيف إذن يكون النبي صلى الله عليه وآله خيرا منهم وهم أئمة نحن أسسنا لقاعدة قلنا من منح رتبة الإمامة الإلهية أعلى مرتبة ممن اقتصر أمره على حيازة رتبة النبوة أو الرسالة فحسب فالإمامة نهوض بأمر الأمة والخلق مسؤولية أعظم الجواب إن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله هو أيضا إمامنا الأعظم الله اتخذ محمدا عبدا ثم اتخذه نبيا ثم اتخذه رسولا ثم اتخذه حبيبا ثم اتخذه إماما بل وجعله إمام الأئمة على الإطلاق حتى أئمة المعصومون صلوات الله عليهم يعبرون عنه صلى الله عليه وآله بأنه إمامهم فهو النبي محمد والرسول محمد والحبيب محمد والإمام محمد في تفسير شيخنا العياشي رحمه الله وقد كان من أحد علماء أهل الخلاف فمن الله عز وجل عليه بالهدى فتشيع وآمن وصار من كبار علمائنا محمد بن مسعود العياشي رضوان الله تعالى عليه ألف كتابا مطبوع مطبوع اليوم في مجلدين في التفسير في تفسير القرآن الحكيم جمع فيه ما يرويه بطرقه عن أئمة أهل البيت الطاهرين عليه وسلام في هذا الكتاب هناك حديث مرقب برقم مئة وعشرين عن بشير الدهان عن أبي عبد الله عليه السلام أي الإمام الإمام الصادق عليه السلام قال أنتم والله على دين الله يخاطبكم أنتم الشيعة أنتم على دين الله ثم تلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم ثم قال علي إمامنا عادة الشيعي يقول يقول إمام من علي عليه الصلاة والسلام شيعي شيعة علي فالمتبادر دائما على الألسنة دائما القول إمام علي عليه السلام لكأن الصادق عليه السلام يريد أن يكمل ذلك فيقول صحيح علي إمامنا ولكن هناك إمام أعظم من هو يقول ورسول الله صلى الله عليه وآله إمامنا نحن الأئمة إمامنا رسول الله صلى الله عليه وآله فالنبي صلى الله عليه وآله حائز على مرتبة الإمامة أيضا ثم يقول عليه السلام كم من إمام يجيء يوم القيامة يلعن أصحابه ويلعنونه ونحن ذرية محمد وأمنا فاطمة صلوات الله عليها الإمام عليه السلام يقول أنتم على دين الله أنتم تفترقون عن الآخر الآخرون سترونهم يوم القيامة كل فئة كل فرقة من هذه الفرق المبتدعة تأتي هي وإمامها يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم كم من إمام يجيء يوم القيامة يلعن أصحابه ويلعنونه يأتي عمر بن الخطاب مثلا ويأخذ من يأتم بعمر بن الخطاب ونسأل الله تعالى أن ينجي المسلمين من هذا المرض الذي هو أشبه بمرض الإيدز عقدي فكري أن يتولى أحد عمر بن الخطاب يتحول إما إلى إرهابي إما إلى معقد إذا يريد أن يأتم حقيقة بعمر بن الخطاب هذا الذي يقول عمر إمامي عمر إمامك يعني ماذا يجب أن تأتم به ترى ما أفعاله ما صنائعه فتفعل مثلها أنت مستعد تتحول إلى شخصية مسخ ممسوخة مثل عمر بن الخطاب يلا هذا تاريخ عمر بن الخطاب بين أيدينا تاريخ عمر أنه مثلا له من تصرفاته أنه يصبح كلبا عضاض كان عمر كما المخالفون يرون كان عمر إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يعض يد أحد من أبنائه أو أقربائه حتى يدميها كلب مسعور أنت تقول عمر إمامي سويها هذه أولا بعدين نقول عمر إمامي صح لو لا يمكن من ينجن يسويها يروح يشوف لواحد من جهال المساكين أبناء يقوم يعض صدق يعض إيده إلى أن يدميها يقول اقتداء بإمامي عمر بن الخطاب إذن ماذا هذا لازم يأخذوا يحطوا وين فيما صحة عقلية فإذن الذي يريد أن يأتم حقا بعمر بن الخطاب هذا مرض إمامة عمر بن الخطاب مرض إيدز هذا سرطان إما يحولك إلى إرهابي إما يحولك إلى معقد مريض نفسي أيهما أيهاني هذه إمامة عمر كثير كثير من المسلمين اليوم يقولون أنهم يأتمون بعمر ولكن لا يأتمون حقيقة يعني من عند استعداد يتصرف نفس تصرفات عمر بن الخطاب أو يفعل أفعال قليل من الناس هكذا يقول شنو مرض هذا أنا سوي مثل عمر يعني من سنة عمر مثلا يقول هو إن مناديل آل عمر شنو نعالهم يعني ما أكو بعد كلينيكس أكون نعل بس تروح وأنت بعد ما تاكل ش تسوي تأخذ نعالك القزمة بتاعتك عرفت شلون تأخذ وتمسح به هذا هو يقول إن مناديل آل عمر نعالهم أكو شغلة أضرب من هذه تتحمل لو ما تتحمل زي ما ندري والله نقول لو ما نقول هو أكو هكذا مرة يقول إن مناديل آل عمر نعالهم مرة يقول أستاهم فكان بعدما يأكل الزفار والدهن وكذا أجلكم الله بدبوره يمسحه يمسح يده بدبوره ويقول هذا ويشوفوها هذه سنة عمر بن الخطاب أنت اللي تقول إمامي عمر بن الخطاب كون سويها أول حتى الناس تضحك عليك ويقول لك يا قذر يا قرف أرف شنو هذا شنو تتصرف أنت روح نظف نفسك غسل أنجس من هذا كان عمر بن الخطاب جلكم الله إذا تبول أول ينتبول واقفا ثم يمسح آلته بالحائط ويرى أن ذلك يكفيه عن الطهارة خلص هذا كافي واحد نجس يعني لا يعرف معنى الطهارة تأتم بواحد مثل هذا وتترك أهل بيت الطهارة صلوات الله عليه فأنت وخيارك أنت اخترت عمر الآن تقول هذا إمامي يوم القيامة شي سوون أنت تشوف يوم القيامة سترى هذا الموقف ترى حوض الكوثر رسول الله هناك والساقي على الحوض علي عليه السلام هناك أهل البيت وشيعتهم أنبياء أوصياء أصحاب أبرار علماء أخيار صالحين شهداء صديقين ترى جمع غفير من هؤلاء كلهم غر محجلون نور يظهر من جباههم من وجناتهم تراهم هناك تروح تتقدم تقول أنا أريد أن أجتمع معهم على الحوض حين تتقدم إلى هناك يأتيك بعض من الموظفين الإلهيين الحكومة الإلهية لها موظفون أيضا مثل هذه الحكومات الآن تريد أن تدخل مناطق خاصة هناك موظفون يقول أوقف أأمن أجهزة معينة مسؤولين موظفين سيكوريتي أين يكن الله عنده نفس الشيء هؤلاء يسمونهم شنو ملائكة يذول الموظفين عند الله عز وجل يأتي وين رايح وين شعندك تقول أنا رايح إلى حوض الكوثر عطشان وريد أن أسقى وريد أن يعني تقول تعال تدخل أنت تروح منك بأي مناسبة شنو ترتيبك أنت شنو عقيدتك من إمامك هذا الحوض لمن التزموا بالثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوض حتى الذين كانوا صحاب على تعبيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله سيزاحون من هناك أنت من من أنت مسلم في القرن الرابع عشر من هم في القرن الأول مصاحبون لرسول الله يتقدمون إلى حوض الكوثر فيذادون بإجماع المسلمين أيضا حديث الحوض معروف مخرج في الصحاح عند أهل الخلاف عليكم السلام ورحمة الله ماذا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما مضمونه يوم القيامة أكون على الكوثر فإذا بجماعة من أصحابي يأتون حتى إذا عرفتهم يعني يأتون حتى يسقون من حوض الكوثر فيذادون الملائكة تأتي تعترضهم ممنوع تصلون إلى حوض الكوثر بل ويعتقلون ويزجون بهم إلى أين في النار يذادون فأقول إلى أين فيقال لي إلى النار والله ملائكة تجيب النبي صلى الله عليه وآله فأقول ما شأنهم يا رب أصحابي كانوا أصحابي هؤلاء أعرفهم هذا أبو بكر هذا عمر هذا عثمان هذا أبو عبيدة هذا ما أدري منه أبو هريرة فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة فإذا كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله يذاد عن الحوض الملائكة تبعده أنت من أنت من إمامك تقول عمر بن الخطاب لا مشكلة نوديك إلى إمامك وإذا عمر تشاهده يوم القيامة وسط الساحة هكذا في العرصات ما أدري واقف هناك وحوله ملايين من البشر ملايين ملايين على مد البصر كل واحد جاي ويقول أنت مو إمامنا خلصنا ملعو الوالدين خلصنا الآن هو وهم يردهم ويقول لهم كما قال إياد علاوي لمن رآه في تلك الساحة هذا قال المواطن المسكين الفقير يقول إحنا الشعب نقول أنت سياسيين دمرتون هو يقول شنو والله أنت الشعب اللي دمرتون كل واحد يلعن الثاني هاي نفس الموقف تقريبا راح تشوف يوم القيامة عمر أمواقف كل واحد أم جاي عليه هذا اللي خنق هذا اللي ضرب هذا اللي بنعال على وجه هذا اللي ما أدرك يقول أنت ورطت نهل الورطة هذا يلعن يرد عليهم ويتدافع وتنازع وتشاجر هذا وضعهم كم من إمام يجيء يوم القيامة يلعن أصحابه ويلعنونه هذه نتيجة اتباع الأئمة المضلين الذين أحتثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أما نحن فماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام ونحن ذرية محمد وأمنا فاطمة كيف نهلك نحن ناجون وأنتم تبع لنا نحن إمتكم ونحن إمامنا محمد صلى الله عليه وإمامنا علي وأمنا فاطمة فأنتم معنا إلى الجنة أنتم والله على دين الله فإذن نبينا الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله هو نبي ورسول وإمام بل هو إمام الأم ومن يفضل عليه أحدا يكون مناقضا للضرورة الدينية عندنا ويكون كافرا بهذا أما بالمناسبة الشيء يذكر عند أهل الخلاف ليس الأمر هكذا وإن اشتهر على الألسن تحقيقا تدقيقا لو رجعتم إلى علمائهم المحققين وسألتموهم هذا السؤال هل كل من يفضل أحدا من الخلق على رسول الله صلى الله عليه وآله يكون كافرا بالضرورة لأجابوك كلا لماذا لأن هنالك جماعة منهم ذهبوا إلى أفضلية جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله وهذا ما نص عليه الرازي في تفسيره فليرجع الأخ السائل الكريم إلى تفسير الرازي ليرى هذا الأمر يقول الرازي اختلفت الأمة أنه من الأفضل أفضل الخلق انتبهوا المخالفون يلتزمون بأن محمد صلى الله عليه وآله سيد ولد آدم بناء على الحديث الصحيح الوارد عندهم ولكن جبرئيل ليس من ولد آدم فهنالك منهم من ذهب وين كانوا أقلية ذهبوا إلى أن جبرئيل عليه السلام خير من نبينا صلى الله عليه وآله أعلى مقام منه أينا أكثر إكراما لمحمد صلى الله عليه وآله وتعظيما له نحن الذين إجماع عندنا لا أحد خير من محمد صلى الله عليه وآله لا أحد ولذلك الذي يصحح إسلامه على يدنا نطالبه أو نلقنه بشهادات الإسلام ومنها أنه يشهد أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وماذا والسيد الخلق أجمعين الخلق بمن فيهم ملائكة وإنس جن الكل الكل نحن أولى بمحمد منكم أنتم أولى به منا وأنتم الذين تروون كذبا وزورا علي هذه الأحاديث الإسرائيلية ومنها تفضيل النبي موسى عليه السلام عليه ويقول لا تخيروني على موسى ويونس عليه السلام في لفظ من الألفاظ وتأويل من التأويلات أو تفسير من التفسيرات بل وإن رواياتكم وحاديثكم تفضل حتى عمر على رسول الله صلى الله عليه وآله لا أقل في مواقف عملية تقول للنبي صلى الله عليه وآله أخطأ يوم بدر بقبوله الفداء والذي أصاب عمر ونزل القرآن موافقا لعمر وأن النبي بكى وقال لو نزل العذاب لما نجى منه أحد إلا عمر بن الخطاب ما فتر علي الوحي إلا ظننت أنه نزل على عمر بن الخطاب أو على آل الخطاب هذه مصيبة فقولنا إذن في هذه المسألة أيها السائل قول أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام وإنك لو تأملت جيدا لوجدت أن هذا القول هو الموافق للاحتياط الشرعي أو العقد فإن تفضيل أحد على من أعطاهم الله ورسوله منزلة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله أمر لازم لأن منزلتهم من منزلته ونورهم من نوره ومرتبتهم من مرتبته الشيخ شيخنا العزيز إلى سؤال الثاني عن العصمة نعم هذا جوابه يطول إذا أراد الأخ أن يتوسع في معرفة عقيدتنا في هذه المسألة فله يرجع إلى سلسلة دروسنا في علم الكلام في مبحث العصمة وهو من أجزاء طويلة خلاصة الكلام هنا أن عصيان آدم عليه السلام عندنا عصيان لغوي لا شرعي محمول على المزاحمة والاضطرار وعلى كل حال لقد كان هذا العصيان في غير دار التكليف فلا يمكن تسميته عصيانا شرعيا بالمعنى الشرعي بحيث يكون ناقضا للعصمة التي نؤمن بها في أنبياء الله وفي أوصيائهم عليهم السلام وأما عبس وتولى فهذه لم تنزل في رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله على خلق عظيم أدبه الله عز وجل بآدابه فلا يمكن أن يتصرف مثل هذا التصرف في حق هذا الأعمى أو الضرير المسكين المشكلة المشكلة هي في تفسيركم أنتم تفسرون هذه الآيات بأنها في رسول الله صلى الله عليه وآله أما نحن فنتبع أئمتنا من آل محمد عليه السلام وهم من فسروا لنا هذه الآيات وكشفوا لنا عن الشخصية الحقيقية التي نزلت فيها هذه الآيات وهي شخصية عثمان بن عفا لعنه الله فهو العابس هو الذي عبس وتولى أن جاءه الأعمى وإن كل منصف يدرس سيرة الشخصيتين شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وشخصية عثمان لابد أنه يميل إلى أن هذه الآيات نزلت في عثمان لأنها تتوافق مع ما عرف من شخصيته انظروا أنتم إلى عنجهية عثمان في تعامله مع من كان ينكر عليه حتى وإن كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كعمار مثلا كيف كان يتعامل معهم أما كان يتعدى طوره ويعبس في وجوههم ويغضب وأحيانا يتعدى حتى بالضرب حتى فتق بطن عمار لأنه داس برجله النجس في بطنه وكان شيخا طاعنا في السن ابن مسعود نفس الشيء فعل به ضربه ضربا مبرحا كذلك فعثمان تصدر يمكن يعني نتعقل نتصور صدور مثل هذه الأفعال منه ليست بغريبة عن أخلاقه ولكن نبينا صلى الله عليه وآله ألا ترى هذه الأخلاق غريبة عنه كيف يمكن أصلا تصور ذلك بالنتيجة ألا يجدر بنا تنزيها لمقام النبوة أن نأخذ بقول أهل البيت عليهم والسلام يعني أيهما أو لا أنت أيها المسلم الإنسان المسلم العادي أنت وفطرتك أنا أخاطب فيك الفطرة والضمير أقول أمامك خياران تفسيران تفسير يقول إن عبس وتولى نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا تفسير الطبري تفسير القرطبي تفسير ابن كثير مثلا وعندك في المقابل تفسير آخر يقول هذه لم تنزل في رسول الله صلى الله عليه وآله حاشا 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 بل نزلت في رجل آخر عثمان من بني أمية وهذا تفسير أئمة أهل البيت عليه السلام ألا تدفعك الفطرة السوية والضمير إلى أن تحترم نبيك فتقول أحوط لديني على الأقل أحوط لديني أن أخذ بتفسير الأئمة الأطهار من عترته عليه السلام ما خسرت شيئا لكن الشيطان هنا يدخل هنا الشيطان يقتحم النفوس المريضة فيقول لها كلا لا تقول إن عبس وتولى نزلت في عثمان لأن هذا ينفع الشيعة الرافضة فيزين الشيطان لهؤلاء أن يبقوا على قولهم في أن هذه السورة نزلت في تأنيب رسول الله صلى الله وعليه وعليه فيحط من مقامه يجرح هذا ما يريده الشيطان تنقيص قدر النبي صلى الله وعليه وعليه في النفوس فتح المجال للطاعنين من أعداء الإسلام في أن يطعنوا في رسول الله صلى الله وعليه وعليه يأتي المسلم للنصراني فيدعوه إلى الإسلام فيقول له النصراني عن أي دين تتكلم عن أي نبي تتكلم أترك نبي الذي كان يشفي الأعمى وأتبع نبي كان يعبس في وجه الأعمى حيث المسيح كان يشفي الأعمى وتريد أن أتبع نبي كان يعبس في وجه الأعمى أي جواب يكون لك ما هو جواب الإنسان البكري أمام هذا الإشكال الأخلاقي الذي يطرحه النصراني لا جواب له البتة إلا أن يقول إني رافضي أرفض هذا التفسير الباطل ماذا يقول يقول كانت زلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وتاب منها مثلا بالنتيجة ما فعلت شيئا بالنتيجة أثبت أمرا لا أخلاقيا يتصرف به هذا النبي صلى الله عليه وآله هو أصلا مكلف بالهداية مكلف أن يهدي الناس يأتيه إنسان ضرير مسكين يقول لو علمني مما علمك الله عز وجل فيعبس في وجه ويتصدى لمن يتوجه لمن لأصحاب المال والثروة هذا يصور النبي صلى الله عليه وآله بصورة ذي المطامع والعياذ بالله صورة ذي المطامع وأن همه فقط أن يحصل على أتباع من ذوي الثروات من الأغنياء من التجار إذن هو له مطامع دنيوية وإلا لو كان إلهيا ربانيا يريد يريد الهدى للناس لما عبس في وجه هذا الأعمى هذا الضرير المسكين الفقير ابن أم مكتوم فأنت لو كنت مسلما تحترم رسول الله صلى الله وعلي وآله لقلت بتفسير يا إمة أهل البيت حتى وإن كان في نفع الشيعة فليكن أيهما أو لا أن نقول هذه الآيات نزلت في النبي صلى الله وآله ولي نقول نزلت في عثمان فليجرح عثمان ونحفظ كرامة النبي صلى الله وآله مسألة واضحة الشيطان لا يتركهم أن يقولوا بهذا فيزين لهم أن يبقوا على عقيدتهم الشائن في النبي الأعظم صلى الله وعلي وآله أما عثمان فالذي تستحي منه الملائكة حاشاه حاشاها يعبس في وجه الأعمى هذا رجل حيي وعجبا ورسول الله لا حياء له والعياذ بالله فنرجو من الأخ السائل الكريم ومن كل من كل من هو مصاب بالذي أصيب به أن يراجع نفسه وأن يرجع إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام فهم سفينة النجاة أهل البيت